السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم شريف من قناة ببساطة النهاردة ان شاء الله هنتكلم على التسعير التسعير دي طبعا شيء مهم جدا من خلاله بنعرف نقول للعميل السعر كام ونحاول نجيب له افضل سعر لان طبعا في شركات كتير بتبقى منافسة لبعضها وكل واحد بيحاول يجتهد وربنا يوفق ان شاء الله نقدم لكم مادة علمية كويس اول حاجة مثلا لو احنا سحبين مكان لدبي او مصر للطيران لو احنا حجزنا مثلا زي مكان كده هنصعر عايزين نصعر المكان اللي احنا سحبناها فاظر اكس راي اكس راي دي دي معناها ان انت عايز تسعر المكان اللي انت سحبته ايا كانت درجة اللي انت سحبتها بيزنس بقى اي كونومي حاجة سعر اعلى في الاي كونومي المهم اعملنا فاظر اكس راي اكس راي ادنا ان السعر اربعة ربعمية خمسة وستين دي اسمها التسعير بدون اضافة الاسماء احنا بنصعر الفاظر اكس راي اكس راي دي قبل ما نحط الاسماء العميل الجالك بس بيشوف الش سعر الاول لو سعره عجبك هيبتدي يديك الباسبورت احط الاسماء واحنا سعرنا بالفاظر اكس راي اكس راي سحبنا على مصر للشوجر مثلا عشان احنا مثلا عارفين انها شنطتين تمام فتحنا السعر بالفاظر كوين كوين واحد شفنا السعر بيزيك وتروتل السعر اهو شنطتين وكده طب سهي مثلا ان احنا عايز عودة عملنا الفة شارلي روجر دي من الاختصارات وعيبقى في حلقة ان شاء الله كاملة عن الاختصارات اه عايز عودة مثلا بعد اربعة ايام ودوسنا انتر ادنا العودة من دبي كايرو تسعتاشر احنا كنا نفاغدين الزهاب خمستاشر بقى حسبها اوتوماتيك بقى تسعتاشر دي سمع سحبنا برضو مكان على الشوجر على اساس مثلا رحلة تسعة عشرة رحلة التانية ودوسنا انتر فبقنا ساحبين مكان زهاب خمستاشر كايرو دبي وعودة تسعتاشر دبي القاهرة العميل بيقول لي السعر كامل قلت له انا كده ساحب لحدتك الشمطتين بسعر سبعة ربعمية واربعة فازل كوين كوين واحد بدخلنا على السعر زي ما قلنا بالزبط السعر سبعة ربعمية واربعة طبعا احنا بنضيف العميل براحتنا طبعا في عدود المعقول طبعا لان دي امانة يعني المهم احنا سحبنا بسبعة ربعمية واربعة اللي لقيت لنا فقولنا له السعر اللي عندنا كزا فقال لا السعر ده غالي ومش عارف ايه وقلت له طبعا ده ارخص سعر بس في حدود ان هي شنطتين قالي لا لو شنطة واحدة مفيش مشكلة هنا بنعمل فازل اكس روجر دي بتديك ارخص حاجة متاحة عالطيارتين اللي انت ساحبهم انت ساحب طيارتين معينين هو كده بيديك عالطيارتين دول بس مش الطيارات التانية يعني في اليوم في كل رحلة مسلا كان فيه اربع طيارات هو بيسعر لك ارخص حاجة في حدود الطيارات اللي انت ساحبها اللي هو الطيارة الزهاب والعودة دي فعملنا فازل اكس ري روجر لقنا ان ان لقى اتاحة في الزهاب اللي هي شنطة واحدة فالسعر نزل شوية كان السعر معنا سبعة ربعمائة واربعة بقى سبعة متين اربعة وثلاثين هنا في العودة ما كانش فيه شنطتين فعشان كده مدكش غير خيار الشنطتين انما قل في الزهاب فبقى شنطة واحدة فبقى السعر سبعة فالسعر نزل معنا فبتقدر تبيع للعميل بالسعر ده اذا كان هو مناسبه لانه ارخص من التاني تاني حاجة عندنا اللي هي التسعير وانت عامل حجز يعني مثلا انا كنت عامل حجز ومسيبه كده مثلا اهو حجز قاهرة دبي دبي القاهرة لثلاث اشخاص مثلا عايزين انت عملت الحجز تمام انت عايز تفتكر كان الراجل سايب يعني عامله معاك من يوم او من يومين مثلا وعايز تشوف السعر كان كام تعمل فازر اكس ري بيتر دي بتسعر اللي انت واخده بالزبط اهو سعر الادلت وسعر وسعر الانيفانت لو هو قالك لا الاسعار دي غالية انا لقيت سعر ارخص انت بتشوفها مسلا بالفازر اكس ري بيبي دي فازر اكس ري بيبي دي ارخص سعر في وجود الاسماء خلاص احنا عاملين حاج لقنا انها بقت بسبعة تلاف اربعة وستين بدل سبعة ربعمائة واربعة عايزين نعرف ليه تبقت كده بنعمل فازر كوين كوين واحد نشوف الدرجات اللي هو سحب عليه لانه نحولها تهم يعني تهم فانت هتقول له لأ السعر ده موجود او ارخص من التاني بس اللي هو الشنطة الواحدة لو حضرتك محتاج السعر ده السعر ده هيبقى موجود يبقى الفازر اكس ري بيتر بتصعر معانا السعر اللي احنا واخدينه بالفعل بنعمل اي ار بنرجع زي ما كنا فازر اكس ري بيتر ده بيديك السعر الفعلي اللي انت خلاص حجزت عليه فازر اكس ري بيبي بيشوف لك ارخص سعر متاح في الرحلتين اللي انت سحب عليهم طب لو هو قال لك لأ انا جبت على طيران تاني بسعر ارخص بنعمل ايه في حاجة اسمها الفازر اكس ري ده دي فازر اكس ري دي دي لو احنا سحبين الاماكن او سحبين الحجز مش هتفرق حتى لسه ما حطناش الاسماء ودوسنا فازر اكس ري ده دي بيدينا ارخص حاجة متاحة على كل الطيرانات سواء بقى كان اه ترانزيت دايريكت فيه خطوة للفازر اكس ري دي دي بكل تفاصيلها هنشرحها على طول بعد ما نوري حضراتكم هنا احنا شايفين السعر الادلت جاب لك اول حاجة الرحلة اللي انت سحبها سعر الادلت فيها جاب لك بعدها رحلة تانية بس باسعار ارخص زي ما احنا شايفين بخمسة خمسمية وخمسة خمسمية واربعة ربعمية بسعر ارخص بس على طيران تاني طيران دا كان طيران جاك تسعة اللي هو طيران الجزيرة فده ترانزيت ممكن بقى بتبلج الموعيد للعميل بتقوله انا عندي رحلة طيران الجزيرة ترانزيت حتقعد مسلا هتركب واحد وعشرين عشرين تسعة بالقيقة هتوصل مسلا زيرا زيره وخمسين بلاس يوم يعني اليوم اللي بعده لان انت بتركب يوم ديوم خمستاشر ديسامبر دخلت بعد زيرا واحد طبعا بتبقى في اليوم اللي بعده ببقيت ستتاشر ديسمبر بتركب الساعة اثنين عشرين بتقوله ان الترانزيت حوالي ساعة ونص لو مناسبك وفي العودة الترانزيت من سبعة خمسة وتلاتين لحد تسعة وعشرة حوالي ساعة ونص تاني فبتقوله لو هو مناسبه بتتكنفر على كده بتكنفر على كده ازاي بتعمل سليكت ازاي بتعمل فازر اكس راي زولو تو خلاص هو عجبيته الجزيرة فبنعمل فازر اكس راي زولو تو ادينا التسعير بنخش روجر تومي بيرجعنا للحجز بتاعنا رجعنا للحجز الحجز بقى على طيران الجزيرة بنمضي روجر فازر والامضة بتاعت حضرتك والايزي روجر وايزي روجر كمان مرة خلاص احنا حولنا الحجز لطيران الجزيرة وبقى الطيران اللي هما هيسافروا عليه الجزيرة بالسعر اللي هو نسبه تمام بالنسبة للخطوة دي كده تمام هنشتغل على الفازر اكس راي دي ازاي نشوف بها من الاول الامكانية يعني هو العميل بيقولك انا عايز ارخص حاجة في الدنيا فانت بتشوف له ارخص حاجة في الايام اللي هو عايزها على كل الطيران هو مسلا هو هيقولك انا معي انا معي اصلا فردين مسلا من القاهرة يوم 15 ديسمبر لدبي فازر اكس راي دي سابتة دي سابتة وبعد كده عدد الاماكن اللي انت عايزها اتنين القاهرة دي البداية بتاعتك انت مسافر من هنا من القاهرة ممكن عامل بيحجز لحد لي اه في السعودية مسلا سيف جدة فبيقولك انا عايز من جدة لدبي او من جدة للقاهرة فبتغير هو هنا البداية هيبدأ من مطار القاهرة سلاش دادي التاريخ دادي دي سابتة دادي دي بتتحط قبل التاريخ الدي يعني 15 ديسمبر البلد اللي هو هيوصل لها اللي هي دبي طبعا لو في عودة بنعمل سلاش تاني وده دي برضو ادي مسلا هنقول هيرجع 19 ديسمبر من غير من 19 ديسمبر كايرو هيرجع على القاهرة برضو تمام لو دوسنا كده جاب لنا طيران الجزيرة بخمسة خمسمية ستة وسبعين هنا مديك حداشر مية اتنين وخمسين دا دا اللي هو سعر الفردين مع بعض سعر الفرد الواحد خمسة خمسمية ستة وسبعين طب سي مسلا هم وانيفانت طبعا احنا قلنا مالوش كورسي فبنحسبوش في اعتبرو كده مكانين برضو بنرجع للخطوة طبعا بقالت وسامل فوق طبعا بنعمل فازر اكس دا دا دي مكانين قاهرة سلاش دا دي خمستاشر ديسمبر دبي سلاش دا دي ساعتاشر ديسمبر القاهرة بنحدد ازاي بقى ان هم اه باكس و اه اللي هو الادلت و تشايلد وانيفانت بنعمل دابل سلاش باكس سلاش وان وبنعمل سلاش روجر تشايلد شارلي هاني سلاش ايتم نانسي فازر وان كده احنا حددنا ان الادلت واحد و الانيفانت واحد لان الانيفانت مالوش كورسي فبيخش ورا الالتشايلد وبندوس انتر فتح لنا السعر قالك ان سعر الالتشايلد اهو تشارلي هاني ستلاف سبعة وتمانين والادلت ستة تمنمية تمانية وعشرين الانيفانت الف ستمية وسبعة وم هنا بتقدر تشوف ارخص طيران بيظهر لك الاول وبيظهر لك السعر بتاعه وبيظهر لك ده التوتل بتاعهم كله هنا قالك ان طيران الووتر دابلو اللي هو العومانية قاهرة ماسقط مازر تشارلي تومي دي والموعيد زي ما احنا شرحنا قبل كده ولو حبينا السعر ده بنختار بالفازر اكس راي وان فازر اكس راي زولو وان توبوك لو مسلا مش مناسب معه اللي هو الترانزيت او حاجة بنعمل موف داون بنديله الاختيار اللي بعده الكويتية كل ماذا يعني احنا كل ما بننزل موف داون بنشوف سعر تاني بترانزيت مختلف فاحنا العميل طبعا اللي بيختار حاجة معينة منها بندوس فازر اكس راي زولو ورقم تلاتة مسلا السعر رقم تلاتة وبنكتف على السعر دا في حاجات تانية كتير جدا في الفازر اكس راي دا دي ممكن نضيفها ان احنا في الفازر اكس راي دا دي ممكن نحدد لو هو قال لك انا عايز اسافر على درجة البزنس فلو قلنا على درجة البزنس بنحدد له كينج تشارلي كينج تشارلي يعني انا عايز على درجة اللي تشارلي اللي هي البزنس كلاس وبتدوس انتر المكانين دول اللي احنا عايزين نسفرهم على البزنس فاجاب لك ان ارخص حاجة على البزنس الاومانية درجة الروجر دي درجة بزنس والسعر بتاع الفرد اهو سعر الفردين اهو طب لو احنا عايزين ان هو محتاج الكلام دا يبقى دايريكت مش ترانزيت فاظر نانسي فاظر نانسي بعد اي حاجز بعد اي فاظر دا دي بتقول لنا ان احنا محتاجينها دايريكت فهنا حدد لنا انه ارخص حاجة في البيزنس كلاس على مصر الطيران على درجة الزول بالسعر ده طيب احنا لو هو مثلا محتاج ان هي مش بزنس محتاج ان هي فرست كلاس فالفرست كلاس بنعملها كينج فاظر ومحتاجها دايريكت مثلا زي ما هي سلاش فاظر نانسي ودوس اجاب لك ان الاماراتية هي الطيران اللي عليه الفيرست طبعا فيه طيرانات كتير معلاش فيرست زي مصف للطيران مش عليها فيرست عليها بيزنس وايكونومي فقال لك ان درجة الالفة متاحة بالسعر ده ب312072 طبعا فيرست كلاس درجة اعلى من البيزنس اه بالنسبة لحاجة كمان بنقدر نقولها طبعا بالنسبة للايكونومي احنا مش بنحدده لان هو بمجرد ما احنا عملنا الفازر ده دي ومحددناش بيجيب لك ارخص سعر فارخص سعر في العام طبعا هو بيبقى الاقتصادي بيبقى هو السعر الاقتصادي اللي هو ارخص درجة واتمنى ان شاء الله تكون المادة العلمية اللي احنا قدمناها النهاردة تكون فادتكم واي حد يستفيد من الفيديوهات دي ما ينساش يشترك في القناة ويفعل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته